أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم إقالة المدرب المخضرم أوسكار تاباريز من تدريب المنتخب الأول بسبب تدهور النتائج لتنتهي حقبة دامت 15 عاماً بين الجانبين المزيد في سياق التقرير التالي وانتهت الحقبة حقبة دامت 15 عاماً وكانت مليئة بالأفراح والإنجازات بطل الحقبة كان مدرب منتخب الأوروغواي أوسكار تاباريز صاحب الأربعة وسبعين عاماً والذي أعلن اتحاد بلاده إقالته بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم لتصح الصحافة العالمية على خبر هز أركان أمريكا الجنوبية وعشاق الخبر العجوز كما يحلو لأهل بلاده تسميته حقبة تاباريز كانت هي الأفضل في تاريخ الأوروغواي حيث حصد المركز الرابع في كأس العالم 2010 ولقب كوبا أمريكا 2011 وتبنى فكرة إضفاء الطابع المؤسسي على انتقاء وتدريب لاعبي كافة فئات المنتخب العمرية وهو ما أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية اسم العملية الهزة العنيفة التي ضربت الأوروغواي بإقالة تاباريز حاول نجم البلاد دييغو فورلان التخفيف من هولها ليوجه رسالة قال فيها شكرا يا معلمي على كل ما قدمته من أجل أوروغواي على مستوى المنتخب وعلى مستوى البلاد لقد شكلت علامة فارقة ولهذا اسمك سيظل محفورا في التاريخ للأبد اشتركوا في القناة